ضربة الدجاج يعني كما اسموها يعني النجاج ميش دياء عميلي هذا كلام العملاء إذا كان التعامل مع الشيطان بيخلينا نضلنا ويقفين على إجرينا نتعامل مع الشيطان ماذا تشعر ميش دياء مع سقوط كل ضحية من قيادات حزب الله بعرف شو كان يتردد فعله لما اقتاله جبران التويني ووزعه البقليوة قيل وقتها أن ميش دياء هي من قالت الناس حين السوريين ما بيخرجوا على جثتي من لبنان حزب الله يلي هو عميل لإيران ويلي عم بيدمر لبنان على رؤوسنا لغاية في نفسي عقوب انتصار على خمسمائة من قادة حزب الله يلي قتلوا وإسرائيل عم تقدر تتصيدهم مثل العصافير لأنه في خواني من قلب بيئة حزب الله هن اللي عم بيدرلوا عليهم شو استفيدوا أهل غزة من جبهة المسيند بالجنوب اللبناني من منصة وقناة المشهد مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من توتر عالي أسئلة كثيرة تطرح بعدما أعلن حزب الله أنه رد على اغتيال القيادي فؤاد شكر وضرب أهدافا إسرائيلية الأحد الماضي ومن أبرز الأسئلة المطروحة هل انتهى دور جبهة الإسناد في جنوب لبنان ويمكن لللبنانيين أن يعودوا إلى قراهم وإلى ديارهم في جنوب لبنان وهل أرض حزب الله بئته لجهة ما بعد الوعد الذي قدمه من أجل تصفية الحساب مع إسرائيل هل تم تسليم لبنان كليا إلى سلطة حزب الله ما مصير الرئاسة الأولى في لبنان كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها مع ضيفة معالي الوزيرة اللبنانية السابقة الدكتورة ميشي دياق في حلقة جديدة من توتر عالي معي أنا توني خليفي أهلا بكم دكتورة ميشي دياق مساء الخير وأهلا بك ضيفة عزيزة على قناة المشهد مساء الخير استيس توني كيف قرأت ميشي دياق الرد رد حزب الله على مقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر وهل يعتبر هذا الرد ردا حقيقيا أم كما يعتبر أو اعتبر البعض بأنه مسرحية أو تمثيلية كان متفق عليها بين الطرفين الظروف التي أحاطت بعملية الرد لا شك تطرح علامات الاستفهام خصوصا وأنه كان هناك ضربة استباقية كما ذكرت وسائل الأعلام الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الإسرائيلية استبقت الضربة التي شنها حزب الله وقد أقر بذلك سيد حسن نصر الله عندما طلع على الأعلام عند السادسة مساء من يوم الأحد ليخبرنا بتفاصيل هذه العملية المشكلة أننا وعدنا السيد حسن نصر الله أو وعد الإسرائيليين بأنهم سينتظرون على رجل نص ورجل ربع وطال هذا الانتظار 25 يوما ولكن الذين انتظروا لم يكونوا الإسرائيليون وحدهم لأن الذي انتظر أيضا هم اللبنانيين الذين لم يكونوا يعرفون تماما ماذا يتوقعون يعني لم يكن ربما اللبنانيون خائفون من الضربة التي سيشنها حزب الله ولكن من ردة الفعل الإسرائيلية فأتت الأمور متناسقة بشكل أو بآخر ولكن لغاية اليوم يعني ما رأينا هو ربما على سبيل السخرية اللبنانيون رأوا ما توزعته وسائل الإعلام والسوشال ميديا ضربة الدجاج يعني كما أسموها يعني النجاج ولكن في المقابل لغاية اليوم الضربة التي شنها حزب الله على موقع جاليلوت أو ما شابه اسمه لغاية الساعة لم نرى شيئا يعني حزب الله متكل على الإسرائيليين ليظهروا مدى الضربة التي شنها بوقت كان بإمكانه أن يرسل هدهد لكي يصور موقع الضربة ويقول لللبنانيين بأنه نفذ ما وعد به ولكن يعني الضربة قال إذا أقنعونا وتم استهداف المقصود وكانت الردة مقنعة فيكون بإمكان اللبنانيين أن يذهبوا ويكملوا حياتهم بشكل طبيعي وأن يعودوا إلى بيوتهم يعني ربما كان يتوجه إلى الناس في الضحية لأن أهل الجنوب بسبب استمرار ما سمي حرب المساندة والأرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل في الجنوب لا يستطيعون العودة وإنما البيئة الشعية تحديدا في الضحية هي التي كانت قلقة جدا واضطروا إلى مغادرة منازلهم في المقابل يعني أيضا جاء الرد الإسرائيلي متماهيا مع مقاله السيد حسن نصر الله بأنه إذا كانت هذه هي الردة واكتفي بها فإسرائيل لن ترد لن توسع الضربة يعني الرد علامات استفهام تطرح وهناك الكثير من اللبنانيين الذين تساءلوا يعني هل جاء الموضوع منصقا بين الفريقين لأن التعليقات كانت يعني مثل الرديدة والنواحة كما نقول باللهجة اللبنانية يعني خلاص طبال زمر الفريقان وعودوا إلى الحياة back to normal business as usual والآن نعود إلى حرب المساندة نضرب شبال إسرائيل إسرائيل تكمل اغتيال شخصيات أو قادة من حزب الله وتستمر المعركة ولكن أيضا يعني يبدو أن الذي أعطى التوجيهات كانت إيران وربطت بموضوع ديني أيضا يعني عندما قيل أنه قال السيد حسن نصر الله أنه هذا الرد في أربعينية أربعين الحسين أربعين الحسين أربعينية الحسين في المقابل يعني السيد علي خمينئي تحدث عن الجبهة الحسينية مع الجبهة اليزيدية ستبقى مستعرة إلى ما لا نهاية يعني ربط الأمور بمنح ديني وكأنهم يريدون أخذ المسألة إلى منح آخر أيضا ليس مطمئنا لا بالنسبة إلى لبنان ولا بالنسبة إلى المنطقة ككل طيب البعض سأل على مواقع السوشيال ميديا ماذا تشعر ما يشدياء مع سقوط كل ضحية من قيادات حزب الله كان في حدا عم بيعلق أنه يا ترى الآن ما يشدياء شو هو شعوره كل ما يخبروه أنه سقط ضحية من قيادات حزب الله لما عم بتم اغتيالهم الواحد تلو الآخر أنا بنقلك هيدا السؤال نقلو بكل صراحة هلأ أنا ما بش مت ولا بوزع بقليوة لأنه ما بعرف شو كان الرد أو شعور قادة حزب الله لما تعرضت لمحاولة الاغتيال ووضعوا متفجرة تحت سيارتي بعرف شو كان يترد يتفعلوا لما اقتالوا جبران التويني ووزعوا البقليوة وأكتفي بهذا الرد طيب ما يشدياء اليوم شارل جبور المسؤول الإعلامي في القوات اللبنانية قال ما بيشبهونا هود الناس ما بيشبهونا وحتى قال أبشع من هيك قال بشعين هود الناس بشعين ما بيشبهونا أنا ما بدي دافع توني أنا ما بدي دافع عن السي شارل هو بدافع عن نفسه ولا بدي أتمنى كلام أي أحد ولكن أنا استمعت لألوى تقال هذا الكلام نعم الذي يأخذ يستقى من حديث معين ويتم رميه بحيالة منيسبة وبيحيالة طريقة لتمعين الكلام وأخذه بمنحة آخر تتذكروا إمتي انطلع هذا الكلام لمصارية الهجمة أمام السفارة الأمريكية واستهدفت كل المصالح الناس يلي على كعب السفارة الأمريكية ما قدروا يوصلوا على السفارة الأمريكية وإنما هجموا مش معروفين من الناس ناس ملتمين ناس عم بيصرخوا مجمعين حالهم من هون وهون وهون قالوا أنه هول الناس ما بيشبهونا يلي بدون يضلون آيمين بهيدي القصص التدميرية للبنان لاقتصاد لبنان للحياة بلبنان أنت ميني بيشبهك ميشيدياق بلبنان بتذكر هايدي كانت الواقع عدا بدوكين هذا الكلام كل لبناني بدو مصلحة لبنان كل لبناني بدو مصلحة لبنان كل لبناني بدو يعيش بشكل مطمئن إلى غدو إلى مصيرو وما بدو يضل عيش بحالة ألأ إلى أبد لابدين لأنه في ناس من الخارج عم تعطي الأوامر للداخل لتعيشنا بحالة قلق دائم وتفتح جبهات مساندة لطمأنة إيران لمصلح لبالآخر يتحولوا لأدوات لسياسة إيران في الداخل وعلى مختلف الجبهات يلي بيحكوا عنا جبهات المساندة إن كان بلبنان إن كان بسوريا إن كان بالعراق إن كان بإيران في حدا يفسر للبنان شو استفاد من جبهة المساندة غير إنه تدمر هل أفدنا غزة حتى أهل غزة شو استفادوا أهل غزة من جبهة المساندة بالجنوب اللبناني ما استفاد حدا إلا إيران لتظل تتمسك بأوراق المنطقة للقول إنه هي قادرة على السيطرة على المنطقة وأخذ القضية الفلسطينية شمائعة لإكمال التمدد في المنطقة ولكن عند سماع هذا الكلام سيظهر هناك من يقول ما يشد يا عميلي هذا كلام العملاء عملاء الداخل إلى إسرائيل وإنتي بتعرفك الفترة بيطلعوا سلوغان إنه خالق كان يتعامل مع الإسرائيليين وإنه ما بعرف هذا الكلام هل برأيك اليوم لبنان صار إسمايين لا توني لا تعرف لما بدون يهدروا دم حدا بقى حطولي خال قلتلون فيه طلعوا على أي إنسان سيت عن أي إمرأة فيهم يطلعوا سيت بشيع بس ما فيهم يغيروا شجرة العائلة يعني ما فيهم يقرروا إنه خالي اسمه عائل هشم بوقت أنا ما عندي حدا من قريبة من الجنوب إلا جوزعمتي الله يرحمه أنا أمي من بيروت بيروتية مسايت بيوية من بيت السورة لأنه أصلا يوناني قعدوا بسور من سورة إجوا على المسايت بسموهم بيت السورة وعدت ذكرها أمي من بيت السورة بستين كيف بده يصير خالي من بيت هشم وستة مجاوزة مرة وحدة يعني هيدا الأقويل أنا بتحك عليها لأنه هيدا القول إنه عميلة ومعميلة وما بعرف شو لضحض أنه بس لذر الرماد في العيون يروحوا يلعبوا قدم ببيتهم يعني ما بتتقطع معي هيدا الكلام دكتورة ولكن اليوم هناك التافي مثل ما هني بيحبوا يقولوا تهمي جاهزة أي شخص يعارض المقاومة أي شخص يعارض محور الممانعة أي شخص ينتقد حزب الله هو عميل هيدا اتهام مردود لألون يعني هيدا حتى يقولوا دائما لا صوت يعلو فوق صوت المعركة إذا هلأ بتقول ليش فوتنا حزب الله بهذه المعمعة يلي ما قلنا علاقة فيها هلأ مش وقت هيدا الكلام لازم يكون الكلام وقته بتروء الأحوال ومنرجع منحكي عن استراتيجية الدفاع ليه لنرجع للألفان وستة لما قلنا روحوا صيفوا وبعدنا خطف جنديين إسرائيليين وإسرائيل شنت الحرب على لبنان ورجع قلنا لو كنتوا أعلم لا ما ليه الخسير اللي عم يتكبده هو بيلقي هذا الكلام جزافا للتصوير دائما بأنه هم حققوا انتصار انتصار على شو انتصار على مين انتصار على أكتر من 150 ألف لبناني اضطروا يتركوا أرضهم انتصار على الأرض المحروقة يلي حرق الإسرائيلي بالفوسفور انتصار على 500 من قادة حزب الله يلي قتلوا وإسرائيل عم تقدر تتصيدهم مثل العصافير لأنه فيه خوانة من قلب بيئة حزب الله هن اللي عم بدلوا عليهم انتصار على شو لأنه هيئوا للعالم أنه هن قادرين يصلوا إلى ما بعد وهن عندهم تقدم تكنولوجي تبين أن التكنولوجيا اللي وصلت لحزب الله اللي وصلت لإسرائيل بمساندة الولايات المتحدة واللي من خلال عم تقدر التعرف أنه حزب الله بده يعمل عملية رد فجر يوم الأحد قامت استبقتها بعملية استباقية وضربت كل المراكز التابعية تبيرجعوا بيقولوا آه كانوا غيروا هيدا المراكز ما فيه حدا دالل على هيدا المراكز وفيه التكنولوجيا اللي سيقبت أنه دلتهم أيضا على هيدا المراكز والأضرار يبدو أنه ما حققت هيدا الأضرار بإسرائيل يلي عم يتضرر بالنتيجة الأكبر الضرر الأكبر لاحق باللبنان إذا بقول هيدا الكلام بطلع عميلة ولا حزب الله يلي هو عميل لإيران ويلي عم بيدمر لبنان على رؤوسنا لغاية في نفس عقوب طيب دكتورة شعار أطلقته القوات بالاحتفال اللي بتعملوا كل سنة تكريما لضحاياها أطلقت شعار الغدو لنا ولكن اليوم كل الأدلة تشير أنه الغد مش للقوات اللبنانية ولا لخيارات القوات اللبنانية ولا لفريق القوات اللبنانية اليوم كل الأدلة بتشير أنه الغد لفريق الآخر اللي هو شوي شوي حاطت إيده على كل البلد وما عم بيقدر يصير شي بالبلد إلا بإذنه وبي أنه هو يسمح بأنه يصير استيس توني أنا بدي أقل لك السؤال بعرف أنه حضرتك هلأ المحاور بديك تقلي مش دورك تجاوي بدوري أنا جاوي ولكن بس عطيني أدلة بتأكد أنه حزب الله هو المنتصر وأنه الغد لإله وأنه نحن الخسرانين رئيس جمهورية ما فيه رئيس حكومة وين بلبنان قدر يعمل نعم نحظة قدر لا لا آي بلبنان بلبنان لكن مش عم بحكي عن جمهورية أفلاتون لوم القوات ولوم فريق المعارضة قدر يقاف بوجه حزب الله ما كان هلأ عنا الرئيس يلي عم بنفس كل تعليمات حزب الله وعم بيبين للمجتمع الدولي أنه هو ماسك بكل مفاصل الدولة اللبنانية ما قدرنا لأنه أعطونا ثقة بالانتخابات النيابية الماضية وقدرنا نوصل القوات 19 نايم والفريق الباز يلي بتبليش منه المعارضة 31 نايم قدروا يقافوا بوجه حزب الله وما خلوه لغاية اليوم وبعد 12 زلسة أنه يقدروا يوصلوا أنه يوصلوا رئي جمهورية يلي بدون يهيه لو هن مسيطرين على البلد ما كانوا عملوا الرئيس يلي بدون يهيه وما ردوا على حدا لا عم نقدر نصمد هن معهم السلاح يلي مش بس بيستعملوه على إسرائيل بيقدروا يستعملوه بالداخل لما بدونوا أظهرت التجربة سبعة أيار وإلى ما هنالك أنه ولما هجموا على الطيوني أنه هن بيحبوا يستعملوا السلاح بالداخل ولكن بالرغم من هالشي ما قدروا يخوفوا قسم كبير من اللبنانيين وبعدنا قادرين نصمد ونفرج أنه ما رح نستسلم بسهولة والغد لقلنا الغد للبنان للتقدم للانفتاح للعيش الحلو مش للعيش بالتكدر وعيش النكدي اللي بدون يهيه على طول الخط مش مثل ما قالنا محمد رعد عم يشمت باللبنانية أنه كيف هن رايحين يعيشوا حياتهم وعم يسهروا وينبسطوا بوقت أنه في معركة ديرة بوقت اللي نزعج منه للحجم محمد رعد هن البيعة تبعيته لأنه هن أكتر ناس عم يجوا يسهروا وينبسطوا وغيروا جوا بالمناطق التانية لأنه بمناطقهم مقطوع نفسهم وهن يمكن كتار منهم بحبوا يوصالوا على السلطة وهيمنوا على البلد ككل وعم يستعملوا كل الإغراءات اللي يعملوها وقالوا لهم روحوا هالمصاري اللي عم تقدروا تجيبوها على لبنان الكاش أكتر ناس معهم كاش لأنه ما قدروا يحطوا مصرياتهم باللبنوكة وبالرغم من كل هالشي والاقتصاد البرالال اللي عم يعملوه اللي سموه بكركة الاقتصاد الأسود بعدها في ناس صامدة وفي ناس عم متمسكة بأرضها وفي ناس متمسكة بطريقة العيش اللي بتحبها بالرغم من هالشي ما قدروا يحققوا اللي بدوني بقى لا ما لشي ما فينا نصور أنه هن ربحوا غيروا نخسر نعم هيدا الواقع ورجعنا على قضية النصر الإلهة ما كان ساريا بال2006 لم يعد ساريا بال2024 طيب تنقل على الأسئلة البعدة متبقية لأنه الوقت دهمنا عندي سؤال عن موضوع النسحين كمان لأنه قيل وقتها أنه ماش دياء هي من قالت النسحين السوريين ما بيخرجوا على جثة من لبنان وبعد مقتل باسكال سليمان المسؤول في القوات اللبنانية على يد سوريين عملتوا حملة طويلة عريضة لإخراج السوريين من لبنان شو اللي تغير بالنسبة لما يشي دياء ليش كان السوري ما بيظهر على جثك من لبنان قصة يا استفتوني هايدي بتشبه قصة خالي عقل هاشي صرت نافيتها ميت مرة ويلي بيفوت على أكس بيشوف كم مرة صرت حتى تصريح الأساسي وقتها كنت بمجلس الوزراء وزيرة وكان وزير الخارجي جبران بسيل بده يترقص وفد رسمي إلى سوريا للحديث بموضوع النسحين وقتها كان موضوعي أنه لأ ما بياخد وفد رسمي وما منع من التطبيع للعلاقات مع سوريا قبل ما تعترف فيها الجامعة العربية وقبل ما تنتهي الأوضاع وقبل ما يسحبوا متكرات التوقيف يلي صدرينا بحق رئيس الحكومة وقتها الرئيس الحريري وليد جنبلاط محفظ الألقاب وسامير جعجع ما بيروح على جثتنا براموها على قصة النازحين السورية بقى الحديث موجود وأنا ولا مرة غيرت رأيي نعم بما أنك حكيتي عن جبران بيسيل أنا بعرف خالي شو بحكي بما أنك حكيتي عن جبران بيسيل شو رأيك بما يقوم به اليوم داخل التيار من فصل ليس أبو صعب ألاعون سيمون أبي رمية إبراهيم كنعان ممكن يكون على الطريق شو رأيك بهذه الحركة اللي عم تحصل اليوم داخل التيار أنت كمان شمتيني لا أنه عم تتحول يعني كنا نسميهم عونية بالزمنات بفتكر تحولت الظاهرة إلى بيسيلية يعني كل واحد لو يقدم الطاعة لجبران بيسيل يتم طرده من الحزب يعني كل واحد ممكن يشكل منافسة بالحضور وبالفعالية وما بيقل له أمر كسيدة بيطرده من الحزب هاي دي أمور من التيار هاي دي أمور داخلية فيما بينهم بس أنا من الناس يلي ما بعرف ليش العالم ممكن تفتري يعني حتى بالطلاق بيقولوا طلاق ألم ياب يعني بيمكن اتنين ينفصلوا بكل احترام هلأ قبل ما فتت ريت شيء كاتبينه عن ألاعون يعني بيأسلوب كتير همجة بيأسلوب كتير عم بيتم توسيخ بين بعضهم بتمنى يحافظوا شوي على الليقة ما قلي عليهم أنا يستفلوا بس يعني ما بعرف لو القوة بدأت عمل كل هالجهد وقتها اللي تقضي على التيار الوطني الحر ما كان طلع بييدها بقى طلع هالمرة القوة ما قلها يتفية هن يقلون يتفية هن اللي قرروا يقضوا على بعضهم بس يعني أنا شخصيا بيقدروا كانوا ينفصلوا بلا ما يتم على وسائل التواصل الاجتماعي استعمال هيد الأسليم التي لا تمط إلى الرقيب الصلاة أحيانا ردوا على بعض القواتيين اللي كانوا عم بيحكوا بهذا الموضوع وقلوا لهم على قليل جبران بسيل انتفض على جماعته جماعته سلميا ما عمل مثل ما عملوا القوات اللبنينية بانتفاضاتهم وتركوا وراهم المئات من الضحايا كانت فترة حرب كانت فترات عنا سلاح وإذا بدي أذكرون بغير موضوع الانتفاضات بذكرون بالجنرال ميشيل عون يلي نوعد أنه يجي رئيس جمهورية إذا قضي على القوات اللبنينية وقرر يعمل حرب ليلغي القوات اللبنينية بحجة أنه هو بده يقضي على الميليشيات الداخلية بعدين صار حليف حزب الله بقى يلي بيته من أزاز ما بيراشق العالم بالحجار يتذكروا شو عملوا تغريدة مريم البسام ورا وياك بنعرفها هذيك المرحلة كتير منيح تغريدة مريم البسام عن الرئيس الراحل بشير الجميل ريتيا أنا رح يضل بالنسبة لأيلي بشير الجميل هو الحلم والنجم المبينطال ويعني هيدا قصة العمالة والتحويل إلى المحكمة وإلى ما هنالك من يجب أن يحول إلى المحكمة هن اللي عم بتنصرون مع كل احترامة لأيلا وصداقة مع السيدة مريم البسام لأنه هن اللي عم يشتغلوا ضد مصلحة لبنين بس بدي حولها إلى مقالة إن كتبت بأساس ميديا تعطيه حق للشيخ بشير الجميل وبكل القرارات اللي اتخدها ويوما قيل إنه كانوا بدون يمحونا من الوجود مشان هيك اضطرينا نجيب السلاح من إسرائيل وأنا بقول لهم إذا بدون يرجعوا يقرروا يمحونا من الوجود إذا كان التعامل مع الشيطان بيخلينا نضلنا ويقفين على إجرينا نتعامل مع الشيطان الوزيرة السابقة دكتورة ميش دياق شكرا لك على حضورك معنا في هذه الحلقة من توتر عالي شكرا لكم مشاهدين على متابعتكم لنا وتستطيعون أن تتابعوا هذه الحلقة وكل الحلقات السابقة من توتر عالي على جميع منصاتنا على التواصل الاجتماعي وتصبحون على خير اشتركوا في القناة